من النوادر التي سمعتها من أحد المصلين معي في المسجد يقول أنه صلى في مسجد من المساجد في مصر القديمة والمسجد معروف هذا الرجل يعني شاهد صدق أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم معهل الصدق فيقول أنه كان في رجل كفيف كف بصره يصلي في المسجد فهذا الرجل كان متعود أنه بيكثر من التكبير تكبيرة الإحرام الله أكبر وخلاص دخلنا في الصلاة فهذا الرجل الناس تعودوا منه ذلك فصار معروف عندهم ففي يوم من الأيام ولد شاب يدخل المسجد ربما كان عابر فسمع الأذن فدخل يصلي فسمع هذا الشيخ الكبير يقول الله أكبر الله أكبر الله مرة واثنين وثلاثة واربعة حتى عد خمس مرات أو سبع مرات فالولد شغل أول مرة أمر لم يعهده فشغل فلما انتهى من الصلاة قال له الله يا عم أنت شغلتني في الصلاة تكبيرة الإحرام مرة واحدة قل له يا ولدي أنتم مبصرون ترون الكعبة من أول مرة وأنا لا أراها إلا بعد أن أكبر سبع مرات فكأن هذا الرجل لا يعد نفسه قد دخل في الصلاة إلا أن يرى الكعبة رغم أنه كف بصره فلا يراه فسألت هذا الشيخ الذي أخبرني بهذا الأمر فولت له هذا الرجل هل ذهب إلى الكعبة أم الكعبة جاءت إليه قال لا هو ذهب وللكعبة جاءت وإنما فتح الطريق نعم ترجمة نانسي قنقر